ننجح الآن إلى بداية الشرح تعلمنا ما هي وحيدة الحج وكسيرة حدود ودرجاتها ومتى أقول تعبير كسيرة حدود من عدمه وإيجاد الدرجة الآن سنتعلم كيف نبسط نجرى العمليات على تعابير تتضمن قوة طبعا هذا الشيء أخذناه من قبل في ريض 253 فنحن نتكلم الآن أول شيء عن تبسيط كثير وحيدة الحج في بعض الأشياء اللي لازم نفهمها في تبسيط وحيدة الحج لازم ننتبه إلى شغلات مهمة أولا تكون وحيدة الحج في أبسط صورة إذا كانت لا تتضمن قوة القوة يعني لما يكون عندي أس مرفوع إلى أس لازم أبسطه عشان نقول إن هذا في أبسط صورة فهذه مثلا أقول إكس أس ستة هاي الشغلة الأولى الشغلة الثانية إن كل أساس يظهر مرة واحدة يعني لو كان عندي إكس مثلا أس ثلاثة على إكس مثلا أو إكس أس ثلاثة في إكس هذه الأساس طلع أكثر من مرة فأنا أخلي يطلع بس مرة واحدة إن أنا أجمع الأساس أو أطرح الأساس على حسب السؤال الشغلة الثالثة إن جميع الكسور المتضمنة في أبسط صورة يعني مثلا ما يستغلنا أخلي مثلا الناتج بهذا الشكل لازم أبسط هذا التعبير أو مثلا نوس على خمسة إكس أس ستة مثلا هذا ليست أبسط صورة لازم أبسط أول شي الكسور وهكذا الشي الأخير إنه ما في أس السالبة يعني لو كان عندي ستة إكس والسالبة أثنين أحاول أخليه أس موجب بأن أنا أنزل تحت فهذه بالنسبة إلى ما تكون وحيدة الحد في أبسط صورة ناخذ مسائل الحين على السرية مثلا لو جينا إلى رقم مثلا واحد مثلا هنا في عندي أس برا وعندي هنا أكثر من تغير داخل فأنا سأوزع الأس هذا على كل شي بداخل يعني في البداية عندي صالب اثنين أقول صالب اثنين أس خمسة وأقول اكس ثلاثة إذا رفعتنا الخمسة بتصير ثلاثة في خمسة لنحنا نضرب الأسس بعدين منقول واي اثنين في خمسة راح يعطيني عشرة فالناتج راح يكون صالب اثنين وثلاثين اكس خمسة عشر في واي أس عشرة فهذه في أبسط صورة رقم الثنين مثلا هني عندي اي على أربعة والصالب ثلاثة فهني القص بالصالب فأنا ممكن أن أقلب أقول أربعة على اي حسب حسب هذه القاعدة اللي أخذناها فممكن أن أقول أربعة على اي فإذا قلت أربعة على اي ممكن أنا حين أخلي هني ثلاثة وأخلي هني ثلاثة يعني وزعت الثلاثة عليهم فراح يصير بناتج اربعة وستين على اي تكعيب نلاحظ أن كل شي مبسط وأن القصص اللي نعطجه هني تكون موجبة خلنا نحل بسألة اختلفة عن ثلاثة ممكن تون تحلونها مثلا لو جينا مثلا لرقم ستة أخر شي نلاحظ هني في عندي ضرب فوق أول شي خلنا أساوي الضرب فوق نحظ عندي هني ثلاثة ننزل أول شي ثلاثة سي تربيع دي نفك القص أول طبع هني قص تكعيب فأول شي بأوزع القص بقول ثنين أس ثلاثة راح تعطيني ثمانية سي أس ثلاثة راح تعطيني سي تكعيب دي تربيع أس ثلاثة يعني راح تعطيني دي ثنين في ثلاثة ستة وتحت أنزلهم مثل ما هم وبعدين راح أبسط فوق شنو بصير عندي أو ممكن حتى أبسط مباشرة بس خلنا أبسط فوق أول شي عندي ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين خلصنا من الأعداد لو ضربنا لو ضربنا سي تربيع في سي تكعيب شنو يعطينينا راح يعطينينا سي ثلاثة يعني خمسة وعندي بعدين أنا دي دي هني أس واحد وهني دي أس ستة فإلو جمعت راح يصير سبعة تحت نفس ما هي أنا أزلها ثمانية سي أس خمسة دي أس صالب ثلاثة لاحظوا لاحظوا أربعة وعشرين على ثمانية تساوي ثلاثة لاحظوا سي أس خمسة و سي أس خمسة نبشت الشفرة طب أختصرهم عندي نحن بعدين دي أس سبعة على دي والسالب ثلاثة فرح أقول سبعة ناقص ناقص ثلاثة لأننا نحن في القسمة نطرح الأسس فسبعة ناقص ناقص ثلاثة تساوي كم؟ تساوي عشرة فهذا التعبيع في أبسط صورة يساوي ثلاثة دي أس عشرة